مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هيا لنستمع لقصتنا لليوم قصتنا بعنوان صديق بطوط الصغير كان هناك بطة أم عندها خمسة صغار بطوطة وبطبط وبطوشة وبطوش وبطوط الصغير كانوا يلعبون معا في بركة صغيرة وظليلة وفي أحد الأيام قفز في البركة ضفدع أخضر صغير وقال قيق قيق أنا ضفطوع الصغير هل أستطيع أن ألعب معكم؟ أرجوكم أريد أن ألعب معكم كانت البطات تنظر إليه باستغراب شديد وقالت له بطوطة لا أنت صغير جدا وقال بطبط أنت أيضا أخضر لست أصفر مثلنا وقالت بطوشة أنت لا تبطبط يعني لا تفعل مثلنا وقال بطوش أنت ضفدع قال بطوط الصغير لا تحزان أنا ألعب معاك وهكذا كواك كواك وقيق قيق صديقان صغيران ذهبان يلعب معا وكانت البطات الصغيرة تنظر إليهما باستغراب ولكن ننظر كم هم سعداء إنهم فريحون جدا وعند نباتات القصب قال ضفدع صغير ما رأيك أنه ترطش قال بطوط نعم نعم أنا أحب أن أترطش كثيرا طبش ترطش سألت بطوطة هل أستطيع أن أترطش معكما؟ هل أستطيع أن أنضم إليكما؟ قال لها ضفدع طبعا طبعا تفضلي هيا فانضمت إليهما وأصبحوا ثلاثة أصدقاء مبلبلون يطبشون ويطرطشون وعند الطين قال ضفدوع الصغير هيا ما رأيكم أن نتشلق لاب قال بطوط نعم نعم وقالت بطوطة نعم نحن نحب أن نتشق لاب هيا هيا سأل بطبط هل أستطيع أن أتشق لاب معكم؟ وهم يتشق لابون قال له ضفدوع طبعا طبعا يمكنك أن تتشق لاب معنا وأصبحوا أربعة أصدقاء يتشق لابون وعند الأرجوحة قال ضفدوع الصغير هيا نتأرجح قالت بطوطة وبطبط وبطوط الصغير نعم نعم نحن نحب أن نتأرجح وبدأوا يتأرجحون فسألتهم بطوشة هل أستطيع أن أتأرجح معكم أيضا فقال لها ضفدوع نعم نعم هيا تعالي تأرجحي معنا لماذا لا وأصبح الأصدقاء الخمسة يتأرجحون معا وعند بركة الزنابق قال ضفدوع الصغير هيا لنغطس فقالت بطوطة وبطبط وبطوشة وبطوط الصغير نعم نعم الغطس جميل سأل بطوش هل أستطيع الغطس معكم فقالوا له نعم نعم لماذا لا تفضل هيا تعالى واغطس معنا والآن أصبح الأصدقاء الستة يغطسون ويخرجون قالت بطوطة أتعرف يا ضفدوع لا بأس بك لا بأس إذا كنت صغيرا وقال بطبط لا بأس إذا كنت أخضر ليس أصفر وقالت بطوشة لا بأس إذا كنت لم تبطبط مثلنا وقال بطوش لا بأس إن كنت ضفدعا وقال بطوط الصغير كلنا نحب اللعب ولعبت البطاط معا مع ضفدوع وكانوا سعداء جدا جدا يقطون وقتا مرحا وممتعا ولعبوا حتى تعبوا وقالوا له أهلا وسهلا بك صديقا جديدا نلعب معا هيا مع السلامة